السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا شباب عاملين ايه يارب يكون الجميع بخير يارب يسعد صباحكو لو انكم صباح يسعد مساكو وانا عدكم مساكو هلعب يرحال هلعب يحيح يصور معا النهاردة ان شاء الله بص يا شباب النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تجهيز عود التصبيت وعمل الارمى للمغتليين انا عملت الحجاب والسبح هو الارمى هي نفسها السبح اي انا عملت الموضوع ده اكتر من مرة بس بصراحة مسبتهوش في عنوان لوحده بحيث ان لما حد بيسألني ماناش عارف نبعت له اي فيديو في الموضوع ده فان شاء الله الفيديو ده النهاردة مختص بعود التصبيت وعمل الارمى وسبحة التصبيت والاقام اللي جاء برضو ان شاء الله هنتكلم مع بعض من استوديوم نوعات رحالة من هنا كده يعني اكتر من مرة ان شاء الله هنقول لكم شوات معلومات كويسة عن الاي عن التصبيت لان انا في البحر منحب نخلي الشو للبحر بس لان احنا نصور البحر نصور السمك نقول برضو معلومات عن العدة ولكن انا منفضل لما منفضل لما نيجي نتكلم عن معلومات تبقى ايه بني وبينكم كده عشان المعلومة توصل كويسة خليكم معانا ان شاء الله اهلا بكم يا جماعة في من وقت رحالة متنساش لو عجبك الفيديو ان شاء الله تشترك عندنا في القناة عشان يوصلك مننا كل جديد ولو ادأنا عجبك اعمل لنا لايك ده اعمل لنا هنبدأ اول حاجة يا جماعة ان شاء الله عود التصبيت طبعا ايدان التصبيت اللي هي متدولة عندنا في مصر في عندنا النوعين دولي نوع مثلا بيبقى زي كده بصرف النظر عن اسم الشرك انا مليش دعو الشرك زي ما انتو شايفينه كده بيبقى ملون او بنفس المنظر ده كده ايا كان بقى احمر ابيض ازرق وحاجة زي كده بتبقى شفاف ماشي انا بالنسبة لي انا منفضل العود الشفاف والعيينة اللي هي بتبقى مصفرة كده شوية في عيينة زي كده بتبقى خضرة دي برضو كويسة بس انا منفضل اللي هي مصفرة طبعا عود زي ده هو الكاستويت بتاعي جماعة مش عارف باين ولا ايه ايوه من 100 جرام ل250 جرام الكاستويت ده جماعة اللي هو العود ده يتحدف بيه رصاصة من 100 جرام لحد 250 جرام ده تقدر تحدف بيه ماشي ايه ايه اعطان التسقيط اللي هي الصب اللي زي دي صب او مصمط زي ما بيقولو عليها بتبقى اغلبية تحت حتة تيه ممكن طبعا برضو تشتغل بعود مفرغ او اللي احنا بنقول عليه تلسكوب او اللي احنا بنقول عليه اريال بس يكون برضو تركز في الكاستويت بتاعه لازم الكاستويت بتاعه يبقى عالي يعني مثلا من 80 لحد المية وتمانين جرام لحد الميتين جرام عشان تشتغل بيه وعر وغزيلة طبعا الفيديو بتاعنا قلنا للمستجدين فاحنا هنقول بعد كده ايه الوعر وايه الغزيلة وحنكلمتكم كلام كتير خالص في التسقيط الايام اللي جاية ان شاء الله وباذن الله العود بتاعنا قلنا بيبقى حتتين طب الطول المناسب ايه فيه ناس قالت العود القصير فيه ناس قالت العود الطويل يعني كل واحد قرأيه انا برأيي موضوع ده بيرجع لطول البناء ادم نفسه وراحته النفسية هو هيبقى مرتاح وهو ماسك عود طوله قده متر 80 مترين وعشرة مترين اربعين انا عن نفسي بمرتاح في المترين اربعين عمره مدايقني وممكن نشتغل بالتلاتة متر واشتغلت باربعة متر ونصف مطروح ولولا ان اللابلوب بتاعي تكسر لسبب ما يعني فطول العود بترجع لراحتك النفسية انت مفيش طول معين ومخصوص للتسقيق فيش حاجة اسمها لازم يبقى متر وكذا لازم يبقى اتنين متر وكذا لا دي بترجع لحالتك انت النفسية راحتك انت النفسية وانت ماسك العود احنا قلنا طبعا الكلام للمبتدئين فحنبدأ اول حاجة نعملها في تجهيز العدة بتاعتنا ان احنا هنركب العود العود طبعا بيبقى حتة ايه دي بتبقى كبس كده فيه ايدان برضو بطبة معززة بسامولة ده من غير سامولة بتقفل انت العود كده طبعا دي المكنة بتاعتنا انا بالنسبالي المكنة دي ات عشر تلاف دايما يا جماعة نحاول نجيب مكنة قوية وكبيرة للتسقيق يعني مكنة التسقيق متستخسرهاش على قد ما تقدر هات انا المكنة دي عشر تلاف طبعا احنا منشد الخير بتاعنا كده منبدأ نعديه من الدبل بتاعتنا كده نفس الطريقة دي الطريقة بليل تنسى منطقى ثابت لني مكنة التي تظهر تدخل الخط من كل الدبل او الحتة المدورة ديها اللي هي موجودة على الايه على العود هنيجي ايه نعمل ايه بعد كده خليكم معانا لحظة هنقولكم هنعمل ايه تاني طبعا زي ما بعد ما عدنا الخط من الدبل زي ما انتم شايفين الخط اللي هو على المكانة ده بالنسبة لي انا شغال بحاجة برد اسمها برد اللي هو الحرير برد ب 35 برد 035 المقاس بتاعه 35 حي انه عصمه شادية العلبة بتاعته بتتروح من 35 جنيه ل 45 جنيه او 50 جنيه على حسب التاجر يعني ده هوات الخط البرد انا دايما منجيب فيلة زي دي كده بنعد منها الخط فيلة صغيرة خالص زي ما انتم شايفينها كده بعد ما منعد الفلة دي الفلة دي وظيفتها معايا ان انا لما نيجي نطلق بتيجي تصد الدبلة دي والمدور اللي انا حنركبه دلوقتي بنجيب طبعا الفلة هي بنركبها وبنجيب اللي ايه المدور ده ده مدور كبيره جماعة سعره بيعمل 2 جنيه 3 جنيه فيه انواع تانية انا اللي معايا ده ما عليش مصد بي بس شغال يعني بنجيب نربط الايه المدور ده بنربطه كده جماعة بالطريقة دي كده زي ما انتم شايفينه حط صوبعي كده بنمسك الخد ده كده بنلفه كده خمس لفات ست لفات بنجي مسك الطرف ده معاديه من ايه من هنا بنشد ده كده يعمل معايا الخيئة اللي هي المشنقة كل ما نشد كل ما تقعد معايا كده انا ربطت المدور وحطت الفلة لما نيجي انا لم الخيط ونيجي نسرح يجي ايه اللي حصل معايا بصوا يا جماعة بصوا بصوا الفلة ديت هتصد بين الدبلة ديت وبين المدور بحيس ان حديد في حديد ما يتكسرش دي وظيفة الفلة والمدور ده هنقولك هنعمل فيه ايه دلوقتي كده انا جهست جهست نص العدة ندخل بقى على الارمة بتاعتي وعلى الصمانير بتاعتي خليكم معايا يا جماعة هنبدأ نجهز في العدة هيا جماعة ان شاء الله ده سنارة اهوات هنيجي نرمله باين ان شاء الله نجيب طبعا طرف خط كده نمسك السنارة بنفس الطريقة دي منجيب طرف خط اهوات منوديه كده زي ما انتو شايفين باين اهو منجيب الطرف التاني منحطه عليه كده زي ما انتو شايفين برضه نمسك الاتنين كده طرف رايح كده وطرف رايح كده الطريقة دي هتسهلة خالص للمبتدئين وبنبدأ نلف الفرد ده كده وقت زي ما انتم شايفين بعد ما لفت ده بنشد ده كده رملت لفرد بتاعي نفس الطريقة دي طبعا سنار كام دي مش النهاردة النهاردة احنا مش يوم نقول فيه سنار كام ده هنقوله بعد كده مع الاراضي اللي احنا بنشتغل عليه في التسقيق نوع الارض نوع السمك نوع السنار الارض والسمك كل نوع وكل سمكة بيبقى لها سنار فالنهاردة مش يوم نقول فيه ايه السنار كام احنا النهاردة بنجهز العدة بتاعتنا بس للتسقيق ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدأ نتكلم ايه هو التسقيق وايه المراكب اللي بنتلع عليها تسقيت وبنتلع منين واحدة واحدة كده ان شاء الله طبعا في ايام النوات دي اللي هي مفصد ومش هنقدر نعمل فيها رحلات فانا هنخصص الوقت ده للناس المبتدئة بازن الله نبدأ نتكلم معاه في الحاجات دي لان انا كنت عمل حاجات دي زمان وتكلمتي فيها بس كانت في فيديوهات ملقبطة ما كانش عندي خبرة اليوتيوبر اللي انا ايه نركز في حاجة واحدة كنت مندخل كذا حاجة كده ايه في بعضين كده ان شاء الله رملنا الاربع سنانير بتوعنا نقول حنعمل ايه تاني النهاردة احنتكلم بقى ايه عن الخطان يعني فيه نقول مقاسات الخير دلوقتي انا شغال ببرد خمسة وتلاتين زي ما قلنا البرد خمسة وتلاتين ده كويس لو مش هنحط برد خمسة وتلاتين ممكن نحط خمسة واربعين وممكن نحط خمسين على المكان بس كل ما بتصغر في الخط كل ما يكون افضل يعني لو لقت جودة خط كويسة خالص وتاخد منها الاربعين ده هتبقى حاجة كويسة ايه لو فيه خط بقى شعبي بتاعنا يعني انا نتكلم على ايه جودة خط كويسة حاجة تكون غالية محترمة تكون انت واسق فيها اما لو الخط الشعبي بتاعنا فخليك في الخمسة واربعين اللي هو البكر ابو ايه ابوه خمساشر جنيه وعشر جنيه دا لو هنحط على المكانة خمسة واربعين هنعمل رباط الاربعين انا بالنسبالي هنا نحاطة 35 برب فهو بيعدد مثلا 45 او 50 هنشتغل باربعين نربط بيه الارمة بناخد فتلة مثلا اربعين حوالي مثلا ايه جماعة هنقول مثلا متر او متر ورب فتلة زي دي كده بنيجي بنقطحة بعد ما بنقطحة بنعمل لها ايه خية هنبدأ نربط نعمل الخية بتاعتنا كده هي تا جماعة نفس الطريقة دي طبعا جماعة احنا قلنا ايه احنا بنشتغل مثلا باربعين وخمسة واربعين بنصغر في الخطال عشان الله وعارت مثلا يبقى الخط يتقطع من تحت مش من فوق الخية بتاعتنا هيد كده ادي واحد ادي اتنين تمام ربطة سهلة برضو جدا بنعمل دي كده هي حركة تماما شباب انا عملت دي اربعين السنار بتاعي هنرمل ادلم الخية دي اربعين والخط اللي على المكان هنقول خمسة واربعين او خمسين او مثلا بلدز اللي انا حطه يبقى الرمال بتاعي تلاتين او خمسة وثلاتين ده السنار اهو اللي احنا لسه مرملينه شايفين انت الخية دي كده جماعة بنحط السنار ده كده عليها بنسيب مثلا اربع سنتي من الخية او خمسة سنتي ونجي حطت السنار ده كده وبنيجي جاي هنا ماسك خط السنار والخط بتاع الايه بتاع الخية اللي هو الاربعين وبنيجي ماسك الختين دول كده مع بعض حطتهم كده نفس الطريقة دي كده ونجي لافف ادي ايه ادي واحد نعدي الختين من بعض ادي اتنين ممكن اتنين وممكن ايه تلاتة انا في اغلب الوقت منكتفي بالاتنين هنقول ادي تلاتة ونجي ايه رابط كده تمام نجي مسك السنار ده موجهه كده اخر السنار ده فيه اخر السنار ده هنا منجي ساب برضه另外 4 سم ومنقح سنار تاني ايه ناحية الخي ونجي ي segue بالسنار اللي بعد منه انا ماسك هولا الاربع سم منجي موجهه برضه ناحية الايه ناحية الخي نفس الطريقة دي كده انا ساب هنا الاربع سم ههو اخر الاربع سم من جي ماسك برضه دي كده ادي واحد اه دي اتنى ونيجي ايه رابط نفس الكسة نمسك السنار ده كده السنار اخله هنا اهو نجي ساب 3 او 4 سنتي وماسك السنار اللي بعده نوجهه ناحية الخية ونيجي رابط اه دي واحد اه دي اتنى اه دي ثلاثة بنركب كم سناره جماعة كل ارض وليها عدد صنادير طبعا احنا رابطنا الثلاث صنادير بتوعنا هما جماعة واحنا بنربط كنا بنوجه السنار ناحية الخية الخية اللي هي دي زي ما انتوا شايفينها بحيث ان لما نخلص رابط يبقى السنار بتاعي ايه نفس الطريقة دي كده بقى ان شاء الله نفس الطريقة دي طبعا الطرف الخيط ده اللي هو التحت دي اخر حاجة في القرمة بتاعتنا مرخية بتاعتي هنا هي ماشي نمسك الخيط ده منعدي منه الرصاصة بتاعتي منعديها كده طبعا في كزا رابطة للرصاصة اغلب الرابطات اللي انتوا هتقابلوها معاكم هتلاقي ناس بتربط بايه بفلة سجارة ودي انضف حاجة بس انا ايه حنبقى نورها لكم في الفيديوهات تانية وزيفة فلة السجارة دي ان هي لما الرصاصة تيجي تنزل على الصخر بتقلل الصدمة من الخيط ما بتخليش الخيط ايه يضرف الصخر كل شوية ولكن احنا النهاردة حنشتغل على ايه على مدوار بنيجي انا بعد معديت الرصاصة بنمسك مدوار زي ده كده وبنيجي اعمل خيط تانية نفس الطريقة دي طبعا الرصاصة كام وزنها ده حنقوله بعد كده في الفيديوهات اللي جاية قلنا هبترجع على حسب الارض على حسب الريح هنقول الكلام ده بعدين ولكن النهاردة احنا بنجاهز العدة بس اللي هي الربط والصمانية بنربط دي كده وبتبقى الرصاصة دي رايح ايجاب نفس الطريقة دي وبنيجي على المدوار المدوار بتاعها هوت على الاسف قلت المدوار بنيجي على الخيط بنيجي فاتح المدوار ده بايد ان شاء الله بايد معنا هوت وبنيجي معدي الخيط ديك من ينين من المدوار اللي احنا ربطناه في الاول هنيجي قافل المدوار بتاعي بالقفل كده انا العدة بتاعتي باقت جاهزة بنفس الطريقة دي كده تمام يا شباب هنكتفت كده من نهاردة ان شاء الله عشان الاطالة الوقام اللي جاء بازن الله ومشيته هنقول لكم نعرفكم يعني ايه سيد الوعر ويعني ايه سيد الغزيلة وايه العدة المستخدمة كرصاص وكسنانير للغزيلة والعدة المستخدمة كرصاص وسنانير للوعر وسمك الدنيس والكلام ده كله ان شاء الله ولكن النهاردة بازن الله هنكتفي بتجهيز العدة زي ما قلنا المبتدئين تجهيز عدة التسقيط للمبتدئين دي نهاية الفيديو ان شاء الله نشوفكم باذن الله الحلقة الجاية تحياتي ليكم اخوكم سامح الخالقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته